تنديد شعبي وإعلامي وفي مراكز الأبحاث هنا في القاهرة بالحملة المغرضة ضد السيد الرئيس محمود عباس والتي لا تدع مجالا للشك في الأغراض الصيونية للتعتيم على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني حينما يبرئون الجاني الأصلي ويجئون على الضحية فهم بذلك لا يعملون بحقوق إنسان ولا يعملون بعدل وإنصاف ولكنهم بالتأكيد يشجعون هذا الكيان على ارتكاب مزيد من المجازر على الرغم من إصدار السيد الرئيس محمود عباس توضيحا حول ما قاله عن الهولوكوست في برلين وأن ما ذكره السيد الرئيس لا ينكر الهولوكوست بل هو مدان ولكنها جاءت في السياق المقارنة بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لكن ثمت الآذان وعمية الأبصار هذه الحملة التي تقودها العصابات الإسرائيلية في مناح العالم المختلفة تؤكد على شيئين مهمين أولها تعطيل جهود السيد الرئيس في حصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة وده حق أصيل لها ثانيا محاولة الحفاظ على كينتهم في الانتخابات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي دائما ما تتشح باليمين المتعصب عربيا أدين تأتلك الحملة المغردة على لسان الجامعة العربية التي رفضت جملة وتفصيلا حملة التنمر ضد السيد الرئيس محمود عباس وقضيته العادلة ولكن كانت المطالبة بالمزيد المستوى العربي الرسمي وهو عمر الحكومات العربية وجامعة الدول العربية أن يعقد وزراء الخارجية العرب أو مسؤولون عرب اجتماعا داعما لرئيس الفلسطيني في مواجهة هذه الحملة المغردة انطلاقا من دعم القضية الفلسطينية ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني إذن هو دعم مستحق للسيد الرئيس محمود عباس وقضيته العادلة والسنكار للحملة المغردة التي تهدف بالأساس التعتيم على جرائم الاحتلال حملة لن تستطيع الصمود طويلا أمام صوت الحق الفلسطينية نجويونيس تلفزيون فلسطين القاهرة